اشتركوا في القناة ويذل من عصاه وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهدى البشير والنذير والصراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين عباد الله صارت قضية المتعة والاستمتاع ديدلا وتجد كلمة انجوي مثلا عند الغربيين أساسية فإذا تركك مع طعام وإذا شرعت في لعبته ونحو ذلك مفردات الكلمة هكذا يا ترى هل يوجد في الدين استمتاع هل يوجد في الأشياء الدينية استمتاع هل هناك استمتاع ديني يا ترى يغني عن هذه الاستمتاعات المحرمة الكثيرة نعم هناك لذة وسرور وانبساط وراحة في العبادات والذكر والقرآن والصلاة وقرة عين ولذة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الدنيا جنة بلا شك من يدخلها الذاكرون العابدون الصائمون الحافظون فروجهم القارئون لكتاب الله هذه اللذة فيها نظرة في الوجه نظر الله رجلا نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها إذن سماع الحديث وتبليغ الحديث بعد حفظه متقنا فيها نظرة للوجه أهل الحديث عندهم نظارة في الوجه ذكر الله فيها فرحة للقلب الصلاة كذلك ولأجل هذا صبر الصحابي على الصلاة في قيام الليل وهو يضرب بالسهام ودمه يسين ما الذي جعله يصبر على هذا لأن الإنسان لا يترك شيء إلا لشيء أعظم منه وما يتحمل ألم إلا وهناك شيء أعظم من الألم فالصحابي يرمى بالسهام ودمه يسين وهو يصلي ويكمل الصلاة وما يريد أن يترك الصلاة لأجل أن ينزع السهم لأن لذة الصلاة ما فيه لتعليل واحد لذة الصلاة أعظم من ألم السهم لذة الصلاة أعظم من ألم السهم متى تكون عندك لذة الصلاة أعظم من ألم الدبوس فضلا عن ألم السهم ما الذي أشغل عقل هذا الإنسان وقلبه ونفسه إشغالا جعله لا لا ينشغل بألم السهم لأن عنده لذة أخرى في استقبال من يقوم بين يديه وتلاوة كلامه ودعائه وذكره أرحنا بالصلاة يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة رجل قلبه معلق بالمساجد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إذن فيه فرح بالعلم والقرآن والفقه في الدين يوجد يوجد هناك فرح بالتوبة ويوجد هناك فرح بالمناجاة ويوجد هناك فرح بالعلم ما الذي جعل السلف والعلماء وأهل الحديث يطوفون البلدان مسافرين يبحثون عن الحديث ما الذي جعلهم يتحملون المشاق والجوع والحر والخطر والسراق وقطاع الطريق لماذا رحل شعبة والبخاري وأحمد والدار قطني لماذا رحل ما الذي جعلهم يتجشمون هذه المشاق لماذا لماذا سهلوا الليالي في طلب العلم لماذا ما أشرف العلم بالكتاب والسنة ما ألذ المسائل العلمية والفقه في الدين ما ألذ الفرحة بانكشاف مستغلق كان مستغلق عليك في مسألة شرعية وآية لم كنت تعرف لم تكن تعرف معناها فصرت تعرف عباد الله مع كل هذا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق زينة الله التي أخرج لعباده الحلال هذا من حرمه الطيبات في المآكل والمناكح والمشارب من حرمها إنها حلال لكن خذ منها بقدر ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا شوف حديث إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة يعني فيه استمتاع فيه لذة مرأة صالحة اللهم إننا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم هيئ لنا من أمرنا رشدة اللهم إننا نسألك الأمن في بلدنا هذا وبلاد المسلمين اللهم أتمم علينا نعمة الأمن والإيمان اللهم إن أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه ومن أراد الإخلال بأمن بلدك هذا وبلاد المسلمين فاجعل كي ذو في نحره آمن في الأوطان والدور وأصلح الأمة ولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور اللهم لا تفرنخ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور اكتبنا من أهل السعادة واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اجعل ورثتنا من أهل الحق يا رب العالمين أقر أعيننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا ونياتنا يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وحياة الأتقياء يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله الله أكبر اشتركوا في القناة